تتواصل موجة احتجاجات طلاب المؤيدين للفلسطينيين بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من اعتقال الشرطة لنحو مئتي شخص يطالب المحتجون بوقف اطلاق النار في قطع غزة فضلا عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع الجيش وإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل رغم تواصل حملات القمع والاعتقالات استمرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية فيما تعهد الطلاب بمواصلة اعتصامهم في الخيام لحين تلبية مطالبهم الطلاب الأمريكيون طالبوا بوقف اطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة فضلا عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع جيش الاحتلال وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وامتدت موجة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة بعد اعتقال أكثر من مئة طالب في حرم جامعة كولومبيا بنيويورك جامعات عدة شهدت أيضا حملات قمع حيث أغلقت جامعة جنوب كاليفورنيا وسط وجود مكثف للشرطة وألقي القبط على نحو ثمانين طالبا من جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميزوري وغيرهم في جامعات أخرى وتخطط مجموعات خارجية للتظاهر دعما للمخيمات المؤيدة للفلسطينيين وأخرى تعتزم تنظيم مسيرات مناهضة لها في وقت شدد فيه البيت الأبيض رغم قمع الشرطة للمحتجين على وجوب أن تحافظ الاحتجاجات التي بدأت منذ أسابيع على الطابع السلمي اشتركوا في القناة